أطلقت الأمم المتحدة والحكومة الباكستانية اليوم رسميا نداء للحصول على تبرعات قيمتها 160 مليون دولار لتمويل مساعدات طارئة لباكستان بعد تعرضها لفيضانات تاريخية إذا أودت بحياتي 1236 شخصا على الأقل وجرفت عددا لا يحصى من المنازل كما دمرت الأراضي الزراعية الحيوية في حين وافق صندوق النقد الدولي على تقديم حزمة مساعدات مالية هذا وقد أشار وزير تخطيط الباكستاني إحسان إقبال إلى أن بلاده بحاجة إلى أكثر من 10 مليارات دولار لإصلاح وإعادة بناء البنى التحتية المتضررة